انا كنت خايف احسن يفشفوني يا استاذ بس الحمد لله ربنا سطر والموضوع عد على خير تخيل يا استاذ هلال اطفال في سن تمانية وتسعة سنين باين في جسمهم قصار تعذيب الاطفال كده تحسوهم مرهقين وتعبنين يبقى انا اشك في محلهم الناس دي بتستغل الاطفال في التسوي لو الموضوع بالشكل ده يبقى لازم المسؤولين على المحزلة دي تعدموا في ميدان عام هو انا حسيبهم بص دي صورة تقريبية لنرهان بنت مريم هو طبعا شكلها اتغير شوية لاندي وانت طبعا عايز تعرف منها معلومات عن مريم بالزبط خلاص اول ما اوصل لمحلومات حبلغك حقومة حقومة اشتركوا في القناة 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 وتعود معها أطول وقت ممكن طبعاً كفات الأوام بقى أنها تقول لحد أو تعترف أن النورهان دي تبقى بنتها أكيد كانت خايفة على نجوميتها لما الناس تعرف فجأة كده أني لقى بنت ده حقيقة ده غير خوفها من يسر الدكروري لحد ما جيه يوم قرارت في مريم أنها تواجه نفسها وتواجه الناس كلها وتروح تاخد نورهان من دار العيتام علشان تعيش معها اتفاجت بهم بيقولولها نورهان هربت وثابت الدار أه ما أنا عارف الكلام ده كان يتكتباه مريم في مذاكراتها بس ليه هي ما حاولتش تدور عليها بعد كده بالعكس ده فضلت تدور عليها في كل حتة لحد ما يقست تعبت نفسيا وجات لي العيادة علشان عليكها بسيادت بتسأل عن البنت دي ليه؟ لو عملت حاجة أقول لي وأنا أجبها لك لحد عندك شكراً يا حبي بس الحياة في واحد صاحبي عايز يعرف كل حاجة عنه هي حالياً بتشتغل في ديسكو وتقبض عليها مرتين إتجار مخدرات طب ممكن أخد صورة من ملف ده بعد إذنك؟ طبعاً يا مخدور بيه كاعت أمر إحنا هنشوفها موجودة ولا لا؟ حاضر أمري لا ما عليش يا حبيبي أنا أسفا متاليش يا مام متاليش جرح السطح يا الله يا متاليش الحمد لله ما قلقاش إزاي؟ ما قلقاش إزاي؟ ما قلقاش إزاي؟ وأنت المصابة عملة ترف عليك واحدة ورد تانية؟ أنا عارفة طلعت في طريقك دي ازاي؟ يا مين يا مام؟ قدم الساعد قدم النحس عليك؟ شب أنا كديف الداخلية ما جرلكش حتى أخدش واحد؟ يا مام أنا كنت في بوليس الأداب هتعور إزاي؟ يا ابني يا حبيبي دا أنت لما جيت خطبتها نقلوك ولما لويت تكتب كتابك جتلك طلعها أمان لما تنوي تتجوزها هيحصل لك إيه؟ حيفجروك؟ والله يا صابرين بتحبك يا مام وأنا بقى ما مأملهاش لهي ولا محب أرهو أرهو بشواش 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 يا حبيبي بشواش عليه بشواش حبيبي ما عليش معاش فأه تمانا حمسة تمانا كاي زيكت أنت عملا إيه؟ الحمد لله يا حبيبتي كويسة والله أنت بنت حلال لسه حلال كنت بشكر فيك يا سبحان الله للدرجات القلوب عند بعضها ده أنا طول الطريق أنا وصابرين ما لنسر غيرك قوحة مسكاني من السرق حتطلع روحي يا روحي طب بقولك إيه؟ قولي شرب العصير دا يمكن تطلع إيه با؟ عصير هم ثلاثة جنيه ونص؟ قولي بس البعزقة والمصاريف دي كلها يبا عمالة عيس هم جاش معاكل إيه؟ معاولة؟ يسبكم أنتو اللي اتنين كده تيجوا من غير ما ييجي يعني يشوفوا ولا إيه؟ ماما أسعد في ناس المستشفى؟ أنا مش عظي أي حاجة من الكلام اللي انت بتقوله دا أنا عظي ان هو ما يسبهمش هم اللي اتنين يجوا الواحدهم وما يجيش مش دي برضه أصل الرجولة ولا أنا متهيقلي اشرب يا ماما اشرب مش هاشرب منا أنا أنا ما لك يا عصام؟ وانت في حاجة مدقيك؟ انت لازة صغيرة ومش أقدر أقولك اللي أنا حاسس بيه أحكيلي يا عصام أنا مش صغيرة مش أنا كل حاجة بحكيها لك؟ أنا بحبك وعايزك تبني امراضي بتاعتي أنا نفسي أي حاجة أطلبها أقول لعالك من غير كسوف عصام انت روحت فين؟ أنا آسف ما قدرتش أمسك نفسي كنتش عايزك تسمعيني وأنا منوار كلام انت طيب قوي عصام أنا مشوفتش حد زيك كده أنا خايف أطلب منك حاجة تفهميني غلط لا قول قول كل جواك ممكن نتكلم فيديو كل نبقى واخدير راحتنا عايز أحس إنك مراطي أنا مش هقدر أعمل كده يا عصام أنا بعتلك صورة قبل كده عشان ما تزعلش بس أكتر من كده أنا مش هقدر خلاص خلاص يا منا أنا آسف ما أنت شايفها أنا لازم أقفل عصام موسيقى 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 ايه ايه اتبسطتي قوي روح حمك قوي وبعدين ما انت عارفة وانت بسطتي كتير قابلي طب اي مش هابدت من قدامي لو بوازلك وشك ده هي من دي اللي بوازلها وشها بس اي مش انتدلو عدمي ايه اللي رعنا عاببتي مالك هتفضل تعمليلي مشاكل كتير ولا ايه ايه اظهر انك حنت العشد الملاجب خلي بالك انا زي ما وقفت جنبك وشغلتك هنا بكرة الصبح ممكن تلاقي نفسك في المالكة تاقي اركزي وشوف شغل الشانتة دي فيها خمسين تذكره اتوزع كلهم النهاردة اتوزع كلهم 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 اشتركوا في القناة 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 شغالة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يا حلوة اشتركوا في القناة 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 تضطق أصلي على البيت نعيمة أنا عايز أعرف البيت دي ما بقتش هيك تاخد العلم الملجأ لها وبعدين البيت زينب حوارت عليها حوار كده من الآخر مش داخل دماغي قال إيه؟ نعيمة عينة وعايزة أجازة تهمتني؟ اعتبر إيه حصل؟ حاجب لك خبرها هره صود علي وعلمي وعلي خلفوني يا عمي لسه بقولك مش عايزة مشاكل قصدي يعني حاجب لك أخبارها حالاً من البيت زينب ما أنت عارفة إنها تكش مني وما لأنا جاي باكلي مع عشان الكشة دي بقولك إيه؟ أفتح لك شنطة العربية أنا أخد معانا شنطة فيها زيت وسكر شوات حاجات لك بيت زينب زيت وسكر؟ زينب دي لو طلعت اللي معاها حتجيب شونط ولحمة وتصرف على الشارع ده كله تقولوني زيت وسكر؟ تصدق عندك حق يلا إنسي أنت تيجي معانا دلوقت على الاسم تقولي كل اللي تعرفيه عن الدار والسامية والاسمه العترة ده لا يا بشا اسمي أنا كده هروح في دهر اسمعي بس يا زينب ما أنت لو ما اعترفتيش هيحتى بنوكي متأمة لكن لو اعترفتي ممكن تبقي شاهد ها وكده نقدر نحميكي سكر حاب ما قالك يا بيت ما تلبشها لإيه؟ تبتعمل إيه هنا؟ المفروض أنا اللي أسألك السؤال جهة طبعا حقك بص يا أستاذ الأستاذة سامية عندها جمعيات خيرية وبتلم فلوس من الناس الأغنية توزعهم على الغلابة اللي زي زينب وأنا هنا بقى عشان جاية بال زينب شوية حاجات حدهم لا، يعني نعمل خير وأنا كمان جاي أعمل خير يلا زينب تشوف مشوارنا المشوار إيه اللي هتخوتها معاك فيه؟ تملك بيه وبعدين إيه اللي جابك هنا أصلا؟ تمين؟ أنا جوزة أخوها ملاكش فيه وبعدين هو نتسألت لك التمين عشان تسألني أنت تكلمني كده إيه؟ أنا أتكلم زي ما أنا عايز وكلمة تاني منك مش هتلاقي مني كلام هيبقى فيها بقى حلال اشتاة ليني يلا فينا عشان طيب، مش هنكمل مشوارنا يا زينب لا لا، حنروح إيه مشوار تاني، يلا إيه بيه؟ أنا أنا ما قلتش حاجة، والله ما قلت حاجة، والله ما قلت حاجة الموضوع بيكبر إحلال واضح أن أنا وإنت مش هنقدم نتصرف احنا نبلغ الشرطة ونطلع عالدار وأكيد هم عيرفوا لقال دي فين الشرطة إيه بس انت ناس إن الدار تحت إشرف وزارة التضعمة يعني لازم يبقى فيه دليل على كلامك ده غير إذن النيابة أنا حتصب رعوف أكيد هو حتصرف أسرع يا صابرين هاتي من فضلك لحسن يكون تليفون شغل أربوكي كده إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده إيه؟ إنتي بتعيريني عشان أنا عاجز يا صابرين نعم عاجز لا 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 بمؤخيك رعفين لا لا أنا عز يعني عشان دراعي مربوط مؤقتا من فضلك التليفون تليفون شغل لو سمعت ودلوقتي فيك حل من الشغل وما فيكش حل كتب الكتاب صح؟ يا حت يا حبيبتي يا حبيبتي أنا عارف أنا عارف أن أنت متضايق عشان موضوع تأجيل كتب الكتاب بس أديكي شايفة هو ناصبنا كده هنعمل إيه طيب لا يا حبيبي أنا بسلام عليك ما تقولش كده أنا عموماً كلمت المعزيم النهاردة وأجلت معهم كتب الكتاب أنا بس أزاك توب بالسلام كده عشان تدير تيجي بكرة آآ لا لا صباح ده أجي فين بكرة حبيبتي كتب كتبنا لا أنا لما قلت نأجل كتب الكتاب قلت نأجله شوية مش نأجله يوم لا بقولك إيه أنا مش هاجل تاني أنا خلص كلمت المعزيم وأكدت عليهم إنه بكرة لا تعتزر لهم يا حبيبتي تعتزر لهم والله ومنظر أنا بقى إيه قدامهم وأنا بقى منظر هي بقى إيه وأنا بقى كتب كتابي واخد طلع في جتاتي طلع كاملة بص أنا أحس أن في حد بصصينا في الجوازة دي فاتطلق دي عشان نخذي العين سابريني يا حبيبتي أنا إيدي مربوطة أنت بش عد بالك؟ أصح إزاي أنا ما خدتش بالي من حاجة إزاي كده؟ أهو شفتي إزاي تمديل عادة الجواز كده؟ شفتي إزاي بقى هنعملها إزاي دي؟ كلمين بقى يلا قولي لهم إن كتب كتاب اتأكل أجل غير مسمى معلش يا سابرين خلينا يا سابريني يا حبيبتي بقولك يا روف الكلمة دي بتحصبنا بعدين لو يسد علي قال إمتا ما تمديش قبصم يا إخوة خلاص إجد أجيت إلي بالنسبة صحيح عزم يا رب أسفر معاش شفصاش هاتي بقى هاتي هاتي عشان أرد بس يكون تليفوني شغل هاتي من فضل سابريني لو سمحتى خلاص إحنا تكلمنا هاتي بقى هاتي عشان ممك يكون شغلا لو سمحتى ألو إيه يا هلال بيه؟ ده حصل فين الكلام ده؟ طب بص يا لالبي بص أنا جاي لك حالاً أيوة أيوة جايلك حالاً مع السلام خد يا حبيب خد يا بابا راح راح فين راح فين ويدك عاملة كده ويدك دي عاملة كده ايه 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 انا عمري محسيت بالوجعة ده من جوايا انا معرفتش انا مني برحمة خلاص بك يا عصر ام تزعلش مني بس انا والله يا عمري ما عملت حاجز ايدي قبل كده خلاص ام منه انا مش عايزك تعملي حاجة انت اتلعت مش هأس كفايا طيب خلاص هامك كل اللي انت عايزه يعني هنتكلم بالليل وهنااخد رحتنا على الاخر حضر هناخد راحتنا على الاخر انا مهم بالضحكة دي وبكسوف والله جرائية مستر عيصان هي المدرسة مبقاش فيها غير منا بس ولا ايه لا ليه انا كنتش فاهمة حاجة وقلت فاهمها لها والله وفهمتي بقى يا حبيبتي ولا لسه غبية زي هو في ايه اه صحيح هو في ايه مالك اراني ما تزبطي لا انا تمام تمام جدا على فكرة اوها بقى تمام باي لا انا تمام تا مش كنت حضرتك قلتلي كنت جبتلي الكاميرات احسن من كده وارخص من كده كمال بكتير يا ابني انت مش فاهم الكاميرات دي بتشتغل بالانترنت بتقدر تحطها في اي مكان انت عايزه وتشوف اللي انت صورته من عالتليفون عادي ابليكيشن يعني اه تا بفريد حضرتك البقى خلصت والنت فصل هنعمل ايه مشكلة دي مشكلة اسكوت يا يوسف طيلا انا مش عارف ما تفتيش يلا هاتلي الكاميرات دي وتعالى وراي عذاك في حاجة باقبك حاضر بتقري علينا يا بنت الكلب ايه 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 اشكرم معاتي حد انا احنا شامينك يا بات بقولك ايه حتنطع وتحكي اللي حصل ولا كلم سامية وخلاها هي تطبع والله العزي الغزب عني الرجل اللي هو اللي بعدها بصوارين كل حاجة اموت ليدك والحميمين ومعبو الرحمة بتجوز على الميت ايه يا جيمي انت خرج ولا ايه ايه يا حبيبتي اخد شوار والبس وانزل على طول عندي ايه معاد مهمة او اه طب بقولك ايه ايه رأيك لو انت تدخل للحمام وانا اوضب لك هدومك بنفسي بنفسك امه ليه ده انا ليه ما زاجة ضلعك ماشي بس هو يوسف تحت بيعمل ايه لا ده يوسف مستنيني عشان ادي له وراء مهمة يعني وديها المحكمة اوكي انا اخش انا اخد شوار بخ ماشي بنفسك اه نعيما مقدما موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وانت كنت فين يا حمارة انت وانا الحك تعمل حاجة ده في الثانية كان مطلع المطوى من كبو غدتها هتجننوني يا اغبيا امسكي ده مفتح شقتي القديمة تختفوا فيها لغاية معرف هتصرف ازاي في المصيبة دي ما وعشان نختفي محتاجة شوية ارشنات ومصري ده بس اللي همك امسكوا غرفة ستين دهية وما تظهروش لغاية ما اتصل بيكم يعني ايه؟ حسنخبه؟ انا ما عملتش حاجة انتي مش كنت هناك لما هلال ده شافكو اتفضلوا بسرعة روحوا على الشقة وما تخرجوش منها وما تخلوش حد يشوفكو ولا يحس بيكم يلا تفضلوا انا عايز الشغل ده كله اتوزع ايه ده يهوب فلاكة الشغل جديد لسه نازل بيودي ده ما في عيدة دهني اخلص بيوديها فين بيوديها في ستين دهية بيودي عني وعني طب يلا كله كله واحد يروح يشوف شغلوه تيروه اوه انا مش قلت بطل الزفت ده عايزني بطل؟ طب ده انا حتى زبونة دقط وقد انت ايه اللي عجبك في البيت الملزاقة دي؟ ده انا كنت بوزع لك اضعاف كل اللي بيشتغلوا معاك وفجأة بايد بتديها شغل جديد؟ ولا شايف هاشتر؟ انت شادرة في نوع هي بصراحة لسه عبارة بشطرة ده في نوع داني؟ لا بتهيالي يا شطرة في حاجة واحدة بس والتعارف هي ايه؟ بصراحة شادرة ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه معدر رسمي بابا ما ينفعش نستنى كمان لازم ننقذ العال دي ننقذ العال فين يا بابا؟ ما انت خلاص حكيت كل حاجة رقوف بيه؟ سيبه بقى هو يشوف شغله أستاذ هلال انت عملت اللي عليك بس اكتر من كده حيبقى فيه خطر على حياتك يا هلال الأمور ما تتخدش بالطريقة دي احنا لازم نفكر بشكل تاني خالص الموضوع طبعا فيه خطر بس الكلام اللي انت قلته ده ما تسكيتش عليها هطلع ازنا ديابا ونقطعها من المكان ونشوف